كبيرة سبقت يوم الثامن والعشرين من نوفمبر موعد الإعلان عن فوز السعودية باستضافة المعرض العالمي إكسبو عشرين ثلاثين جرت هذه التحضيرات عبر عدة فرق وبمشاركة مباشرة من عدة وزراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اميله إكسبو عشرين ثلاثين لزوار العاصمة السعودية الرياض الكرة الأرضية مدارها الرياض في إكسبو الفين وثلاثين فتصميم المعرض يحاكي الكوكب بتفاصيله الدقيقة حتى بخط الاستواء الذي يتوسطه تجربة استثنائية تريد منها السعودية جعل المعرض الأكثر استدامة والأول من نوعه كصديق للبيئة وأيضا ضمان رحلة يسيرة وغير مرهقة لأربعين مليون زائر متوقع المعرض سيقام قرب مطار الملك سلمان الدولي الجاري تطويره حاليا موقع يسهل على الزوار القادمين الوصول إلى مكان الأكسبو خلال دقائق معدودة هذا الوصول السريع تتيحه شبكة قطار الرياض وهي تغطي كافة أرجاء المدينة وأيضا شبكة الطرق الحديثة المتصلة بأحد مداخل المعرض الثلاثة المساحة الإجمالية للموقع تفوق ستة ملايين متر مربع ويقدر عدد أجنحته بمائتين وستة وعشرين جناحا وسيتم تحديد مواقعها بطريقة مرنة وفقا لخطوط الطول لكل دولة تصميم أكسبو الرياض عشرين ثلاثين ينطوي على معلم بارز يرمز للمسؤولية عن حماية الكوكب وأيضا واحة عصرية خضراء ضمن أحد روافد وادي أسلي الذي يمر عبر موقع المعرض أجنحة متناغمة وفرص استكشاف لا حدود لها تغنيها أحداث ثقافية وترفيهية متنوعة فيما الجولات بين الأجنحة ومرافق الخدمات تمر في ممرات مضللة ذات تصميم تراثية معمارية مستوحات من تاريخ الرياض الازدهار للجميع والعمل المناخي وغد أفضل ثلاثة عنوين فرعية للأكسبو الذي سيضم أيضا ركن تغيير تشاركيا يضع زواره في تفاصيل ورشة تطوير المعرض لحين انطلاقه لكن ختام المعرض لن يعني نهايته بل سيتم اختيار مئة دولة من أجل إعادة استخدام أجنحتها بما يخدم المدارس والعيادات ومراكز الأبحاث في بلدانها وينضم إلي هنا في الاستوديو المهندس عبدالعزيز الغنان مدير عام الملف الفني إكسبو عشرين ثلاثين المهندس حياك الله معرفة أهلا وسهلا ألف مبروك في البداية الناس كلها مبسوطة لكن السؤال الأهم عند كل الناس اللي تابعوا اليوم بعدها الفرحة أنه كيف صار ملف ملف الرياض بهذه القوة لماذا اجتذب مئة وتسعة عشر صوتا نعم أولا الحمد لرب العالمين أبارك للمؤلاء خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد هذا الإنجاز وحقيقة هو إنجاز عالمي حققناه بتحدي مع دول كبرى الصلاعية هو تحقيق الفوز عليهم لم يأتي من فراق أكون صادق سمو ولي العهد الله يحفظه من بداية المشروع قسم العمل بطريقة استراتيجية جزء يقضي القضايا الفنية وهي إثبات قوة الرياض فنيا والجزء يوضح أهمية الماملكة الرب السيادة وقوتها وثقة المجتمع الدولي في قدرتها على تنظيم معرض عالمي بمستوى إكسبو فالعمل تقسم حقيقة ويجمع بينهم أمانة عامة تجمع الكواردينيشن والتنسيق بين جميع فكان عمل مؤسسي من الطراز الأول ونعتقد أنه حتى الرئيس الوفد الكوري ورئيس الوفد الإيطالي كذلك نقابلهم مبهورين من طريقة عمل الفريق السعودي كيف أنه مجموعات وتلتقي في نفس الوقت هذا نعكس كمان على الملفات لما انعرضت الفيديوهات عن كل دولة والملف اللي موجود عندها كثير من المحللين والمتابعين وليس حتى على مواقع التواصل يعني يمكن لو قرأت أنه كانوا مبهرين فعلا بالفيديو أو العرض السعودي صحيح ويمكن هذا أيضا حتى كان سبب كبير في أن الأصوات جينا بهذا الطريقة وبهذا الشكل أنتم كنتوا تتوقع أن تكسبوا من أول جولة ومئة تسعة عشر صوت في البداية صحيح أحنا كان عندنا خطة عمل واضحة عمل جي الجمعيات العمومية الأجمعية والسابقة يحضر هذه المندوبين اللي راح يصوتوا فكنا حريصين نعرض ملف الرياض فأول شيء أوضحنا لهم أن الرياض جاهزة لاستضافة إكسبو أوضحنا لهم كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد أن المملكة بتقدم أمبرزيدنتد إكسبو غير مسبوق فإحنا قاعدين نكرر على الدلقة أن الرياض إكسبو بيكون مايلستون ويعني تغير مثل ما كان إكسبو 1930 في شيكاغو غير وجه إكسبو إحنا عشرين ثلاثين بنغير وجه إكسبو تغير جدري كامل تجربة غير مسبوقة وهذا اللي أصبح عند جميع المندوبين توقع أن الرياض بتعمل شيء غريب لذلك دائما نقول لهم أنست ولائك لدولتك وتصويتك لدولتك أنت كمهتم بإكسبو نفسها وين تبغى الإكسبو؟ مباشرة يقول لك نتمنى الرياض لأنهم يقدموا شيء غير مسبوق وش الرهان المملكة العربية السعودية اليوم في استضافتها لإكسبو 20-30 واللي رح تقدم لكل العالم؟ بطبيعة الحال أحنا ما حرصنا على إكسبو 20-30 للأسباب أولا أنه عندنا رؤية عشرين ثلاثين مشاريع المملكة الكبرى المستوى الوطني المشاريع الرياض الكبرى تكون عشرين ثلاثين مشاريع المملكة اللي هي نيوم والبحر أحمر والجميع المشاريع الكبرى تكون عشرين ثلاثين دائما نقول للدول العالم ترى إكسبو الرياض بيعطيكم فرصة أنكم تشوفوا الرياض وتشوفوا المملكة تشوفوا The Line أشياء يعرفوها العولى أشياء يعرفوها نقولهم دائما ترى رياض إكسبو ستكون بي كينغدوم إكسبو مملكة مملكة فاللي بيجي نقول لهم إحنا ما رح نطمح على يعني نطمح إلى أربعين مليون زائر لذلك سمو سيدي ولي الأهد وش قرر عليه أنه ندعم الدول العالم الثالثي قامت مع ذلك سيكون عندنا أكثر من 120 بافليون جناح يعني أنا لا أريد أن أذكر لكننا استفدنا من شانجهاي لما قامت إكسبو واشتفدنا من ميلان لما وضعت الدول العالم الثالث في مبنى واستفدنا من تجربة دبي لكننا حرصنا أن ننقل ثقافات هذه المئة وعشرين دولة في موقع آخر وكما في إكسبو برضو في أوساكا نحن يمكن لأنه هذا الاستضافة أخذت صد كبير فمعاد عالق بالذهن أنه في 2025 نكسبو في اليابان السؤال أيضا عن الرياض ماذا لدى الرياض خلال الفترة القادمة واشتبت تسوي الرياض حتى عشرين ثلاثين نعم الآن في مرحلة تسجيل وهذه مرحلة رئيسية يكون فيها توقيع اتفاقية ما بين الرياض ومنظمة الدولية الإكسبو إذا وافقت المنظمة على جميع الإجراءات والتفاصيل اللي سننمشي عليها يبدأ العمل فيها ولكن بشكل عام أنا طبعا أنا عضو في لجنة التشريعات في منظمة إكسبو بالإضافة لي أنا مندوب في ذلك لكن دخلت في ذلك وهي اللجنة المسؤولة عن توقيع الاتفاقية ما بين المدينة الفائزة ومنظمة إكسبو طبعا إحنا راح نعطيهم خطة العمل والرودماب للسبع سنوات القادمة طموحنا وهدفنا أن نكون منتهيين في عشرين ثمانية عشرين يكون خلاص أنتهينا وهذه كررناها على مندوبة دول منظمة إكسبو أن تجروتهم الآن في أوساكا أوساكا تواجه بشكلة في قضايا كثيرة للعمال في التنظيم والتأخير فعشان كذا حرصنا أنه لما قدمنا منفل الفني أنه مثل ما قلت لك ركزنا بدأت من شنكهاي إلى دبي ثم منت جينا إلى أوساكا وقلنا لهم إحنا درسنا جميع لن يحدث في الرياض سوى معرض غير مسبوقة يعني إحنا أمامنا أربع سنوات تقريبا أربع سنوات يعني حتى تصير الموافقة من الجهات التنظيمية والتشريعية وبينها وبين المدينة المصطدفة تنتوا أمامكم أربع سنوات حتى تنجزوا مدينة إكسبو بشكل كامل صحيح يعني تبدو بـ 2024 وإنتهي 2028 تصير جاهزة طب ونحن نحن في 28 نعم قبل سنتين من الفتي نحن طبعا نأخذ كونتنجنسي بقول 28 فإن شاء الله 28 29 ماكسموم معناته أن الرياض تصير مستعدة لإستقبال كل دول العالم في 2030 في الوقت المناسب إن شاء الله أكثر من 40 من كيف يسألوا عن البونا التحتية وكيف طريقة الوصول من المطار هو يكون مطار الملك سلمان صحيح إلى موقع بـ إكسبو في خطط عندكم بساطة أولا اختيار الموقع اختيار الموقع يعني يوقع موقع استراتيجي يبعد أقل من 10 دقائق من مطار الملك سلمان 6 دقائق من محطة سار هو الريدي فيه محطة قطار تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق المطار فهاء الأكسيسيباليتي للموقع يعني حتى منظمة إكسبو لما جاءوا زاروا الموقع أكتشفوا كيف أنه في موقع استراتيجي أختارنا لهم أفضل موقع في مدينة الرياض لذلك أنت من موقع تستطيع تزور كله عن طريق النقل العام خاصة شبكة النقل العام تكون خلاص الحمد لله انطلقت فبالعكس نعتقد أنه زوار إكسبو سيكون لهم فرصة يروح القدية ويروح لأي مكان في الرياض بسهولة بسطبوح لأنه سيزور إكسبو ويزور مشاريع المملكة بشكل عام شكرا جزيلا لك بالتوفيق لكم إن شاء الله كان معي هنا في السويد المهندس عبد العزيز الغنان مدير عام الملف الفني السعودي إكسبو عشرين ثلاثين شكرا مهندس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر